في رياض الخلد ستنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن حياة الإنسان قصيرة مهما طالت وعمله محدود مهما كثر ولذلك ينبغي بالواحد منا أن يؤدي من الأعمال ما يكون له آثاره وتردداته في المستقبل ليعظم أجره ويكثر ثوابه فهناك من الناس من يقدم يوم القيامة بأجر وعمل كثير غيره ولهذا طرائق وسبل متعددة فمن سبل ذلك أن يكون الإنسان داعيا إلى الله تعالى فالدعوة إلى الله من أسباب زيادة أجر الإنسان وعظم ثوابه فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به ومن الأعمال الصالحة التي يدعو الإنسان إليها أن يدعو الآخرين إلى الأعمال التي يتعدى نفعها ويكون لها أثرها في الناس لقد جاءت الآيات برفع مكانة الدعاة وإعلاء درجتهم قال تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الدعوة إلى الله قد تكون بالكلمة الطيبة قد تكون بالموعظة الحسنة قد تكون بالفعل الجميل الذي يكون سببا من أسباب اقتداء الآخرين بالإنسان قد تكون الدعوة إلى الله بترتيب وسائل الدعوة سواء كان ذلك في كتب أو في قنوات على اختلاف أنواع القنوات أو بغيرها من أنواع الوسائل لا يلزم في الدعوة إلى الله أن يكون الإنسان ملقيا محاضرة أو يتكلم في برنامج تلفزيوني مثل لقاءتنا هذا بل إن الدعوة إلى الله أوسع من ذلك كله إذا جلست في مجلس فذكرت الناس بالله كنت داعيا إلى الله إذا رغبتهم في عمل صالح ولو بكلمة عارضة ولفظة جميلة كان هذا من الدعوة إلى الله تعالى وعلى من أراد أن يكون من الدعاة لدينه أن يختار من الألفاظ أحسنها وأن يختار من الأساليب أجملها ليكون بذلك مقنعا للآخرين عليه أن يكون متسلحا بالحجج والبراهين وعليه أن يكون متذرعا إلى إيصال فكرته بالكلام الجميل الطيب ويمتثل الإنسان في هذا بقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الإنسان عندما يرغب الآخرين في عمل صالح يكون من أسباب محبة الله للعباد ومن أسباب محبة العباد لله جل وعلا ومن ثم تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم بارك الله فيكم وجعلني الله وإياكم من دعاة دينه كما نسأله سبحانه أن يجعل من ألسنتنا سبيلا لطاعة الناس لربهم جل وعلا كما أسأله جل وعلا أن يوفق الدعاة وأن يكون معهم وأن يحميهم من كل سوء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين